فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية واتبعوه قالوا نؤمن بما أنزل علينا يعني لا نقبل إلا ما عندنا ولا نقبل ما عند غيرنا وهذا تعصب من قوت فإن الحق يقبل ممن جاء به والحق ظالة المؤمن لا سيما وأن الذي هم عليه إما أنه مبدل ومغير وإما أنه منسوخ بالقرآن لا عمل عليه ومع هذا يقولون نؤمن بما أنزل علينا وكذبوا في ذلك لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الذي أنزل عليهم يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فهم كذبوا في قولهم نؤمن بما أنزل عليهم لأن في الذي أنزل عليهم وهو التوراة والإنجيل البشار بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه فدل على أنهم لم يؤمنوا حتى بما أنزل عليهم ولا بما ادعوا أنهم يؤمنون به وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه يعني غيره من الكتب وهو الحق والواجب أن الحق يقبل مما أينما وجد سواء كان في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن المؤمن الصادق يدور مع الحق أينما وجده أخذه فهؤلاء لا يريدون الحق وإنما يريدون اتباع أهوائهم وهو الحق مصدقا لما معهم القرآن يصدق الكتب التي معهم ويوافقها فكيف يكفرون بالقرآن مع أن القرآن جاء مصدقا لما سبقه من الكتب ومهيمنا عليها وهو الحق مصدقا لما معهم ثم إن الله سبحانه وتعالى فضحهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا كيف يؤمنون بما أنزل عليهم وهم يقتلون الأنبياء هل الذي يؤمن بالأنبياء يقتلهم كلا فالله جل وعلا عيرهم بذلك قل فلم تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين فقد قتلوا يحيا وقد قتلوا زكريا وقتلوا ابنه يحيا وأرادوا قتل عيسى فمنعه الله منهم وأرادوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم فحماه الله منهم فهم يقتلون الأنبياء مع أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا فهم كاذبون في ذلك